عايزة أتكلم مع حضراتكو فيه يمكن خبرين ثلاثة الخبر الأولاني هتكلم على طبعا رسميا عودتكم عارفين طبعا كان فيه إعلان لتأجيل يمكن الدوري الإنجليزي بسبب طبعا وفاة الملكة إليزابيس الثانية لكن رسميا عودت الدوري الإنجليزي بكرة أعلنت ربطة كورت القدم الإنجليزية النهاردة عن عودة المنافسات من للكرة الإنجليزية ومواصلة مباريات الدوري الإنجليزي اعتبارا من غد السلساء ده على مستوى الشاملشيب على مستوى الدرجة الثانية كمان ربطة الأندية الإنجليزية المحترفة قررت يوم الجمعة تأجيل كل زي ما حضراتك عارفين أجلت كل المباريات في الجولة السبعة من الدوري الإنجليزي بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيس الثانية هيعود الدوري الإنجليزي بالنسبة للبريميال ليج في طبعا بكرة شامبينشيب هيبدأ بكرة الثلاث والدوري الإنجليزي في مطلع الأسبوع اللي جاي على فكرة كمان يعني الرابطة قالت في بيان أن تأجيل المباريات في الدوري الإنجليزي كان من أجل تكريم حياة الملكة طبعا إليزابيس الإستثنائية ومساهمتها الكبيرة للأمة ومن باب الإحترام سيتم تأجيل هذه المباريات في الدوري الإنجليزي زي ما حضراتكم عارفين هو كمان الرابطة قررت دوت على الرغم أن كان فيه توجهات الحكومة البريطانية أن اللقاءات والأحداث الريادية ليس إلزاما توقفها أثناء مراسم دفن الملكة إليزابيس لكن احتراما للملكة قرروا طبعا التوقف لمدة أسبوع وبداية إن شاء الله من الأسبوع القادم من البريمير ليك سيعود مجددا طيب على مستوى حكيم زياش يعود بعد غياب يعود إلى المنتخب المغربي وليدي الكراكري طبعا المدير الفني الجديد للمنتخب المغربي أعلن قائمة منتخب بلاده ضمت 31 لعب لمواجهة طبعا تشيلسي وبراجوي في مباراة ودية تشيلي وبراجوي في مباراة ودية في نهاية الشهر الحالي في أسبانيا القائمة طبعا ضمت حكيم زياش طبعا نجم تشيلسي بعد عدوله عن اعتزاله دوليا حضراتكم عارفين أنه كيمكن حكيم زياش كان قال أنا اعتزلت دوليا نتيجة الخلافات وسوق وجهة النظر ما بينه ما بين المدير الفني السابق وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للمنتخب المغربي يعني القائمة كبيرة جدا المنتخب المغربي بصراحة عنده قائمة كبيرة من اللعيبة المميزة جدا جدا على مستوى الهجوم طبعا أهم الأسماء ياسين بونو طبعا حارس مرمى إشبيليا وعندنا كمان بدر بنون عندنا أشرف حكيمي نصير مزراوي سوفيان وعندنا أمير الحدادي عبدالصمد طبعا لاعب برشلونة الحقيقة يعني المنتخب المغربي خلال السنوات اللي فاتت عمل قاعدة من المحترفين اللي بلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية بشكل كبير جدا جدا وده بيباني يمكن خلال يعني المباراة في بطولة أفريقيا ما بيكسبش البطولة لكن عنده عنده سكواد يقدر ينافس به على البطولة الأفريقية ويقدر بشكل جيد جدا جدا على مستوى كاس العالم خبر ثالث عندنا النهاردة كانتي طبعا كانتي لعب وسط طبعا الفريق البلوز تشيلسي بيرفض يعني تجديد التعاقد معه يعني خلال الفترة الإنحالية هو عقد كانتي بينتهي طبعا مع تشيلسي في صيف تلاتة وعشرين طبعا مع انتهي في صيف تلاتة وعشرين من حق التفاوض والتوقيع مع أي فريق جديد يمكن بداية من شهر يناير اللي جاي يعني عرضت الإدارة يعني لتشيلسي على كانتي التجديد لمدة ثلاث سنوات مع التمديد لموسم مرابع لكن يمكن المحادثات مع الإدارة الجديدة مختلفة إلى حد كبير يمكن يعود يعني على كانتي أنه عرض عليه موسمين يعني عرض عقد سنتين بالإضافة إلى تمديد العقد لموسم ثالث لكن كان وجهة نظر كانتي أنه هو عايز عرض ثابت لمدة أربع سنوات وهو مستعد أنه يعني ينهي مسيرته الاحترافية مع البلوز إدارة تشيلسي طبعا يعني حطت في الاعتبار السجل كانتي من خلال الإصابات يعني هم متخوفين إلى حد ما من تقديم عقد لمدة أربع سنين نتيجة الإصابات اللي كان بيعاني بيها الفترة اللي فاتت ترجمة نانسي قنقر